في مسيرته التي قاربت 120 عاماً في حكم الدولة السعودية الثالثة التي أتسها الملك عبدالعيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود رحمه الله وغفر له ولأبنائه الملوك من بعده وآخرهم خادم الحرمين الشريفين ملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الذي ودعناه البارحة واليوم وعاشت المملكة إحدى أيامها الحزينة بفقده ورحيله المر لكننا برغم كل هذه الأحزان الكبيرة بحجم الوطن كله نجمع أنفسنا ونلتم على أحزاننا ونعبر بكل ما نستطيع عن القدرة على التقييف مع الوضع الجديد وعدم نسيان كل ملك أدى لهذا الوطن والشعب واجبه ومسؤولياته على أكمل وجه ولذا نحن الآن نبايع ملكا جديدا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي سيبدأ من هذه الليلة في متابعة شؤون شعبه وقراءة مستقبله والسير بخططه في النماء والتطور والازدهار في مختلف الحقول والحفاظ على المكان